سلام عليكم. اهلا بكم في درس جديد من سلسلة جرامر مفيد يوسف الجرامر. نرسلنا النهاردة نكمله عن حروف القر. نبدأ مع بعض. يونيت حروف القرى دي او معناهم خلال بشكل عام يعني او هنشوف الفروق البسيطة لمنهم لكن بشكل عام خلال. ناخد سكشن اي. احنا بنستخدم مع مدة من الوقت عشان نقولي الحاجة دي اخدت وقت تقديه. يعني for two hours لمدة ساعتين. for a week لمدة اسبوع. for ages لمدة سنين. for example. we watched television for two hours last night. احنا تفرقنا على تلفزيون لمدة ساعتين مبارح. بكتوريا ستسافر لمدة اسبوع في سبب. where have you been? انت كنت فين. I've been waiting for ages. انا مستنى بقالي كتير جدا. are you going away for the weekend? هو انت هتخرج او هتمشي بعيد في اجازة الاسبوع. we use during plus noun to say when something happens. not how long. احنا بنستخدم when بتاع اسف. during معها اسم لانها حرف اجارة طبعا. بيجي معها اسم عشان نقول الحاجة دي حصلت امتى? امتى تمت? تمت? الوقت اللي حصلت خلاله. يعني. during the film. خلال الفيلم. during our holiday. خلال الاجازة. during last night. خلال للتمبارح. for example. I fell asleep during the film. انا نمت والفيلم شغال. we met a lot of people during our holiday. احنا قابلنا ناس كتير في الاجازة بتاعتنا. the ground is wet. الارضية مبلولة. it must have rained during the night. اكيد السمم اضطرت امبارح خلال الليل. with the time word. يعني مع كلمة من كلمات الوقت. زي كلمة the morning, the afternoon, the summer. كلمات دي. you can usually say in or during. يعني لما يكون الكلمة بتاعت الوقت الموجودة تقدر تبدل during بكلمة in وتديك نفس المعنى. على سبيل المثال. it must have rained in the night. اكيد ما اضطرت بالليل. or during the night. I often use some time. انا هتصل بك فوقت الماء. during the afternoon. يعني خلال بعض الظهر النهاردة واخر النهار كده. or in the afternoon. you cannot use during to say how long something goes on. ما ينفعش نستخدم during اللي هي معناه خلال عشان نعبر عن الوقت قد ايه. لا احنا بنعبر الوقت امتى? وقلنا for. بنقول بها الوقت كان قد ايه. لكن during بنقول حاجة حصلت امتى. يعني. a train for three days without stopping. كانت بتمطر لمدة ثلاثة ايام من غير ما توقف. طب لو انا قلت. a train during three days. يبقى كانت مطر خلال الثلاثة ايام. فده هنا دي غير دي. ففي الجملة دي مش هنفع حط during ويدي نفس المعنى. المعنى هيختلف. بدلا ما كان يبقى لمدة كزا هيبقى خلال كزا. compare during and four. نقارن بينهم بقى. I fell asleep during the film. هنا نمت خلال الفيلم. I was asleep for half an hour. بقيت الجملة كنت نايم لمدة نص ساعة اللي خلال الفيلم. نمت خلال الفيلم. طب قد ايه. for half an hour. during and while. الفرق بين during و while. compare. we use during plus noun. we use while plus subject and verb. ببساطة لأنه واي رابط. لكن during حرف قر. I fell asleep during the film. I fell asleep while I was watching the film. أو television. هنا عايز. subject to verb لأنه ده. كننكتر والكننكتر بيتطلب clause. ويلتطلب معنى subject to verb. compare during and while in this example. نقارن بقى ما بينهم. we made a lot of interesting people during our holiday. احنا قابلنا ناس كويسين في الأجازة بتاعتنا. وصادها هنا بيقول. we made a lot of interesting people while we were in holiday. لما كنا في أجازة. روبرت سادل لي began to feel asleep. روبرت سادل لي began to feel ill during the examination. روبرت فجأة حس انه بدأ يتعب خلال الاختبار. روبرت سادل لي began to feel asleep while he was doing the examination. حس فاجأة انه بدأ يتعب وهو كان بيعمل الاختبار بتاعه. هنا جاي جملة وهنا جاي اسم. some more examples. ندي بعض الأمثلة عشان توضح الفرق. we saw Amanda while we were waiting for the bus. احنا شفناها لما كنا بنستنى الاوتوبيس. while we were out. لما كنا. but rather was a phone call for you. كان في مكان المليك. Christopher need a book while I watched television. Christopher read a book while I was watching television. Christopher قرأ كتاب لما كنت متفرج على التلفزيون. when you're talking about the future. لما كنت بتكلم على المستقبل. use the present not well after a while. مع المستقبل بناخد the present. وده طبعا بيعبر عن المستقبل. وداخدناه في الازمانة بتاعت المستقبل بسهولة خالص. خصوصا لما يكون الرابط موجود. يعني I'll be in London next week. انا هكون في لندن الاسبرويل جاء. I hope to see Tom while I'm there. ما اقولش while I will be there. وبشكل بسيط مش بس while. الروابط لما بتيجي مع المستقبل ما بتجيش في ال close اللي فيه will. انا عندي اي زمن في will بقى فيه اتنين جملتين. ال close الاول اي حاجة فيها رابط يعني. close الاول و close تاني. الازمانة انت بتختارها براحتك تحط ال close ده زمن وال close ده زمن ما فيش مشكلة. لكن لو اخترت ان في close يبقى في will ما تحطش فيه رابط. لو اخط في win ولا تحط في while مش هينفع. تحط في present والمعنى نفسه يبقى future من غير مشكلة. what are you going to do while you're wearing؟ انت هتعمل ايه وانت بتستنى. while you will be wearing في الوقت اللي هتكون بتستنى. فانا بحط present وبقصد future موضوع بسيط خالص. الدرس خلص مفيش فيه تفاصيل كتير زي ما انت شايفين. كل الموضوع اللي هو لقى بمعنى الرابط. وباستخدامه عشان في فرق برضو بين الاثنين. انت هتعرف ان four بيجي معناها اسم ومعناها لمدة. during بيجي معناها اسم ومعناها خلال. while ده رابط. كونك عارف انه رابط هيخليك تعرف ان ايجي وراها close. اتمنى يكون الدرس عجبكو. ياريت like و share و subscribe عشان اللي ما تعلمش تعلم ومتنسناش من ضعقكو. اشوفكو على خير الدرس اللي قاية. اشتركوا في القناة